ببشرات الخير نختتم أخبار الدار إذ هطلت الأمطار التي تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة على مختلف مدن ومناطق إمارتية الشارقة ودبي وتفصيلا هطلت الأمطار التي تسببت بجريان الشعاب وامتلاء الأودية بالمياه والتي كانت مصحوبة ببرق ورعد ورياح هابطة هطلت على مناطق السيوح ونزوة بالإضافة إلى الخوانيج وطريق دبي العينة هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطغس غدا صحوا إلى غائما جزئيا وحارا ومغبرا أحيانا نهارا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد ظهر شرقا قد تكون ممطرة ورطبا ليلا وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار سرعتها من 15 إلى 25 وتصل إلى 40 كم في الساعة والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر يومان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة